اشتركوا في القناة الى ان احتسب الهدف في الدقيقة التاسعة وثلاثين لصالح مولودية وهران رد فعل الزوار جاء بعد خمس دقائق حين استفادوا من ضربة الجزاء تولى تنفيذها بنجاح قائد الفريق دايرا وبمجرد دخول الباديل عواد في الدقيقة الخمسين من اللقاء براجا يضاعف النتيجة لوهران وكان بمقدور المحليين حسم المقابلة لصالحهم لكن ضبابية طريقة اللعب حرمت الجمهور من رؤية اهداف اخرى خاصة بعد تضيع ضرب الجزاء من اللاعب براجا ليجد رفاق اللاعب براجا امامهم الفرصة لمبادرة الهجومية خاصة من اللاعب سحبي من جهتهم زملاء اللاعب العباس انهوا الشك باليقين وتحرروا نفسيا بتسجيل الهدف الثالث من توقيع البديل بن يطو وهذا في الدقيقة السابعة وثمانين وفرحة وروح رياضية متجنستان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر